قبل ما نبدأ حلقة النهاردة ما تنسوش تصالوا على النبي وتشاركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد بيبدأ المسلسل مع بنت جميلة اسمها حياة واللي بتكون رايحة مقابلة شغله وللأسف متأخرة فبتوقف تاكسي وبتكون على وشك انها تركب معاه لكن السواق بيبدأ يديقها وبتكلم معها باسلوب مش لطيف فبتتعصب حياة جدا عليه وبتضطر انها تفضل وقفة مستنية تاكسي تاني وبعد شوية بتلاقي اخيرا عربية وبتروح بسرعة علشان تركبها وهناك بتتعرف على مراد وده لان بيكون هو كمان مستاني تاكسي علشان يوصلوا للشركة وبيتضقوا هما الاتنين يتخنوا على مين اللي هيركب التاكس فبيقول لها مراد ان هو اللي وصل هنا قبلها وبالتالي هو اللي لزم يركب فبتتعصب حياة جدا لانها كده تأخرت على المقابلة زيادة عن اللزوم وفي النهاية بتمشي وبتسيبه فبيروح مراد وراه وبيكون عايز يكلمها في حاجة لكن هي بتقف وبترد عليه بشكل سخيف ولما بتلاقيه بيديها تليفون بتفتكر ان وحبي بيتعرف عليها وياخد رقمها وعلشان كده بتاخد منه التليفون وبترميه في صندوق الزبالة وهنا بتكون المفاجأة وده لان التليفون ده بيكون بتاعها هي اصلا ومرض بيبقى جاي يدهولها علشان وقع منها في التاكسي فبيفضل يضحك عليها وهي بتحاول تجيب التليفون من صندوق الزبالة وهي بتفضل متعصبة كالعادة ولما بيعدي الوقت بتوصل حياة اخيرا للشركة اللي هتعمل فيها الانترفيو ولما بتركب الأسانسير بيكون راكب معاها واحدة اسمها سونا وبيبقى واضح ان هي كمان جاي تقدم على وظيفة في الشركة فبيركبوا بعدها اثنين من موظفين الشركة وبيبدأوا ويتكلموا عن المدير بتاعهم وبيقولوا انه مش بيقبل يعين اي حد بالواسطة ولازم يكون الشخص ده الشاطر علشان يقدر يفوز بالوظيفة وهينا بتتضيق سونا وبيبقى واضح انها جاي تشتغل بسبب واسطة وعلشان كده بتفقد الامل وبتقرر انها هتمش فبترمي الملف بتاعها في الأسانسير وبتفضل حياة واقفة ومستغربة من اللي بيحصل فبتوطي بعدها وبتاخد الملف اللي سونا رميته وبتبدأ تقرى البيانات بتاعتها كنوع من الفضول ولما بيعدي الوقت وبتوصل حياة للموظفة اللي هتعينها بيحصل اللي ما كانش على بالها ابدا وهو ان الموظفة بتوافق عليها فورا بدون حتى ما تسألها هي مين لكن للأسف بتاخد منها ملف سونا بالغلط بدل ما بتاخد الملف بتاعها هي فبتحاول حياة شرح لها ان الملف ده مش بتاعها لكن الموظفة بتفضل تتكلم ومش بتديها فرصة خصوصا كمان انها بتبدأ تعرفها تعمل ايه وبيبقى واضح انهم مستعجلين كتير في الشكل ولما بتعرف حياة المرتبة اللي هتاخده بتتصدم انه كبير جدا وعلشان كده بتقرر تنتحل شخصية سونا ومتقولش الحد انها قدمت بملفة حد تاني ولما بتروح بعدها وبتركب الأسانسير بتتفاجئ ان مراد بيظهر لها من جديد وبيبقى هو كمان موجود في الشركة تبتتعصى بحياة عليه وبتبقى فاكرة انه بيلحقها وبتبدل تتكلم معي باسلوب وحش فبيسألها مراد هي بتعمل ايه وبيبقى مستغرب من اللي بيحصل فبترد عليه وبتقوله انها شغالة في الشركة ومنصبها هو مساعدة المدير وفي اللحظة دي بيحصل عطل في الأسانسير للأسف ودي حاجة بتخوف حياة جدا وبتخليها مرعوبة فبيقرب مراد منها وبيحاوي يطمينها وهي بتكون مبسوطة شوية لانه بيعملها باسلوب لطيف قوي ولما بيعاد الوقت وبيفضلوا هما الاثنين قريبين من بعض بيبدأوا يحسوا بشعور غريب ما بينهم لحد ما بيتصلح الأسانسير وبتمشي الأمور بشكل طبيعي فبيخرج مراد بعدها وبيروح لمكتبه بعد ما بيعرف حياة ان هو كمان شغال هنا وتاني يوم بتروح حياة للشركة وبتقابل مدير الإدارة فبتقعد معاه هو بيبدأ يتكلم عن والدها والمفاجأة انه بيكون فكرها سونة اللي هي اصلا منتحة لشخصيتها وطبعا حياة كل ده بتتعامل على انها سونة فعلا علشان خراص ده بقى أمر واقع ولازم تفضل تكذب على كل الناس اللي موجودين هنا ولما بيعادي الموضوع على خير ومدير الإدارة مش بياخد باله بتروح بعدها المكتب ابن المدير واللي بيكون مسؤول عن كل حاجة هنا يعتبر والمفاجأة انه بيكون هو نفسه مراد فبتتصدم حياة أول ما بتشوفه هو بتكونش متخيلة أفدا انه هو مدير المكان وعلشان كده بتتخانق معاه وبتسأله هو بيعمل ايه هنا فبيعرفها مراد انه يبقى مديرها ودي بتكون صدمة طبعا بالنسبالها فبتغير حياة اسلوبها فورا وبتحاول تتعامل معاه باسلوب لطيف لانها كانت دايما بتكلمه وحش وده ممكن يسبب لها مشاكل لكن مراد مش بيديها الفرصة دي وبيحاول هو بقى ينتقم منها وده بيعثر حياة أكتر لكن ما بتكونش قادرة تعمل أي حاجة ومع مرور الوقت بتبدأ الحياة دايما تشوف شغلها وتعمل اللي عليها علشان مراد ما يستجلش الفرصة ويحاول يضايقها وبتبدأ من أول هنا تخاف منه وبتحس انه شخص قاسي جدا ومش بيهتم غير بالشغله وبس لكن في الحقيقة انه بيكون مبهور بشخصيتها وشايفها إنسانة شجاعة جدا علشان قادرت تتعامل معاه بالشكل ده في البداية وعلشان كده هو بيكون مستمتع بالنه يضايقها وبيبقى واضح انه تعلق بيها شوي وفي مرة بتكون حياة وقفة في مكتب السجلات وبتتكلم مع صحابها في التليفون فبتح كلهم الوضع وبيبقوا عارفين انها حاليا منتحدة شخصية واحدة تاني وبتعرفهم انها خايفة مديرها يعرف حاجة زي دي فبيوصل مراد ساعتها وبيسألها هي بتكلم مين وده بيوترها جدا وما بتكونش عارفة ترد عليه لحد ما بتقع حياة وبتكون على وشك انها تتصاب لكن طبعا مراد بيلحقها على اخر لحظة وبيبقى مشهد رومانسي جدا بالنسبة لهم هما الاتنين وهنا بتيجي واحدة اسمها لينا وبتشوفهم وهم وقفين مع بعض وده بيضايقها جدا وبيخليها دغير فبيتضح ان لينا تبقى معجبة بمراد وبتحاول توقعه في حبها باي طريقة وفي يوم من الايام بيكون فيه تصوير اعلان عندهم في الشركة وبتبقى لينا هي الموديل اللي بتعرض الاعلانات فبتفضل حياة واقفة من بعيد وبترقب اللي بيحصل وفجأة بتلاحظ ان حبل الكرسي اللي قاعد عليه لينا على وشك انوة قطع فبتجري عليها بسرعة بحث لحقها قبل ما يحصلها حاجة لكن للأسف الموضوع بينتهي بشكل مش لطيف وده لان لينا بتكون وقعت خلاص وفي نفس الوقت حيات تتزحرق وبتقع في حمام السباحة وهنا لما بياخد مراد بالو من اللي حصل لهم هما الاتنين بيقرر انو يروح يساعد حياة ما بيهتمش خالص بلينا وده طبعا شيء بيعصبها وبيخليها متأكدة ان في حاجة ما بينهم لكن طبعا دي مجرد افكار مش حقيقية لان حياة اصلا بتكون شايفة شخص شرير وما عندوش مشاعر وكل حاجة عندو عبارة عن شغله بس وفي يوم من الايام بتكون حياة في الشركة والوضع ماشي بشكل طبيعي خالص لحد ما بيظهر فجأة شخص اسمه انوار مع واحدة صاحبته في التليفون وبيكون عايز يتخلص منها باي طريقة وعلشان كده بيروح يتكلم معها حياة وبيطلب منها تساعده وبيخليها ترد هي على صاحبته وتفهمها انو هما الاتنين مخطوبين وبالفعل حياة تعمل كده وبتفضل تقولها تبعد عن انوار لانو حبيبها وهي بتجير عليه ولما بتنجح خطتهم بيشكرها انوار جدا وبيتعرفوا هما الاتنين على بعض وفي اللحظة دي بيجي مراد وبيشوفهم وقفين سوا وده بيضايقه جدا وكأنه بيجير عليها فبيروح انوار بعدها علشان يقعد مع اخوه يتكلم معاه وهنا بيستغرب لما بيلاقيه بيسأله عن علاقته بحياة فبيبدأ انوار يشك انو معجب بيها وبيجير عليها لكن طبعا مراد بينكر كل ده وبيغير الموضوع فبيقوله انوار ان الموضوع مش زي ما هو فاهم وانو ما فيش اي حاجة ما بينه لكن طبعا مراد مش بيصدقه وبيبدأ يحس انو مخبي حاجة عليه وعلشان كده لما بتيجي حياة بعدها لمكتبه بنلاحظ انو لسه متعصب وبيبقى الموضوع شاكل باله فعلا فبيتكلم عن الموضوع بطريقة مش مباشرة بحيث يخليها تشرح له في ايه بينها هي وانور وهنا بتقوله حياة انو كان طالب مساعدتها وبس فبيكمل مراد كلامه وللأسف بيتكلم معيها بأسلوب مش كويس وده بيخلي حياة تضايق وبتسيبه وبتمشي فبينده لها مراد مرة تانية بيعرفها انو ما سمح لهاش تمشي وانو مديرها ولازم تسمع كلامه فبتتعصب حياة اكتر طبعا وبتقوله انو كده زودها زيادة عن اللزوم وبالتالي هي بتقدم استقالتها فبتمشي حياة بعدها وبتسيب مراد واقف متضايق جدا لانو ما كانش يقصد يتكلم معها بالطريقة دي فبيبدأ يندم على اللي هو عمله وبيحس انو زودها شوية فعلا وهنا بيبدأ يرائبها وبيشوفها وهي خارجة من الشركة وقعدة لوحدها وده بيخليه متضايق اكتر ومش عارف يتصرف ازاي ومع مرور الايام بيبدأوا هم الاتنين يحسوا ان حياتهم نقصها شيء كبير وبيفجر مراد طول الوقت عمال يفكر فيها وبيبقى شيء واضح كده انها شغلة باله وعلى الجانب التاني في حياة برضو بتكون حاسة ان يومها بيعادي بشكل سخيف وكأنها كمان اتعلقت بي لحد ما بيجي يوم وبيكون مراد رايح للشركة بشكل طبيعي جدا ولما بيركى بالاسنسير بيتفاجئ ان حياة جاية وراه وما بيكونش فاهم اي سبب وجودها فبيفرح شوية وبيحس انها جاية علشان ترجع للشركة لكنها بترد عليه وبتعرف انها جاية زور زملتها مش اكتر وانها لسه مصممة على موقفها في الاستقالة فبيحاول مراد يتكلم معيها بحيث يغير رأيها ده لكن طبعا حياة مش بتوافق وبتسيبه وتمشي ولما بتكون خارجة بتقبل لنا في طريقها اللي بتقف تتكلم معيها باسلوب وحش قوي وطبعا بتكون متضايقة من حياة وغيرانا منها علشان حاسة ان في حاجة ما بينها هي ومراد لكن حياة بتتجهلها تماما وبتسيبها وتمشي لكن في نفس اليوم ده بيقرر مراد انه لازم ياخد خطوة جريئة شوية وبالفعل بيروح يقابل حياة بر الشركة علشان يتكلم معها شوي فبيقابلها وبيعرفها انه عايزها في موضوع مهم لكن هي بتتظهر انها مش مهتمة خالص وبتفضل ماشية وهي سكتة فبيمشي مراد معيها وبيكون مهتم بيها جدا لدرجة انه الاول مرة في حياته بيعتزر لها وبيقول انه كان غلطان فبتستغرب حياة طبعا لانها عارفة شخصيته كويس وما كانتش تتخيل ابدا انه ممكن يعفزر لحد فبتفرح لان ده بيحسسها انها مهمة بالنسبه له وعلشان كده بتواف انها ترجع للشغل وتنسى الموقف اللي حصل وبالفعل التاني يوم بتروح حياة للشركة وبتكون مبسوطة ان حياتها رجعت لشكلها الطبيعي مرة تانية فبتروح مكتبه وبتقدم له القهوة اللي متعود يشربها وقبل ما تخرج بتشكره على انه عمل كل ده علشان فبيستغرب مراد وبيسألها هي تقصد ايه وساعتها بترد عليه وبتقوله انه قصدها على اعتذاره مبارح وانه قابلها المخصوصة علشان يقناعها ترجع للشركة فبيرد عليها مراد باسلوب صخيف شوية وبيقولها انه ده مش هيتكرر تاني وبيكون قصد يضايقها لانه بيحب يرخم عليه لكن لما بتخرج بعدها بيبتسم مراد وبيبقى واضح عليه انه واقع في حبها لكن مش مستعد يعترف بده ومع مرور الوقت بيجي مراد يتكلم معها وبيقولها تستعد لان عندهم اجتماع مهمة قوي بعد شوية وبالفعل بياخدها وبيروحوا هما الاثنين مع بعض المكان الاجتماع وبيكون في اخت وسط البحر وبعد شوية بيستقبل مراد مكالمة بيعرف منها ان للأسف الاجتماع تلغى ورجال الاعمال مش هيقدروا يجوا النهاردة فبيتعصب طبعا لانه ما بيحبش الشغل يتعطب لكنه بيقرر يستغل اليوم ويقضيه بشكل جميل مع حياة وطبعا هي بتتحمس جدا للفكرة وبتبقى مبسوطة قوي بوقتها خصوصا انها بتحب البحر جدا فبيقضوا الوقت مع بعض وبيتفقوا انهم ينسوا الرسميات اللي ما بينهم ويتعاملوا على انهم مصحاب وهنا بتظهر حقيقة مراد شوية وبنشوف انه بيكون مبسوط جدا بوقت معيها وحاسس انه يعرفها من سنين لدرجة انهم في نص اليوم بيقعدوا يلعبوا مع بعض وفجأة بتفقد حياة وزونها وبتقع في البحر ولما بيحس مراد انها ما بتعرفش تعوم بيلوت وراها بسرعة وبيكون قلقان عليها بشكل كبير ولما بتقولوا انها خايفة وحسة ان هي هتدرق بيرد عليها مراد وبيقولها انه مستحيل حاجة تحصلها وهو موجود فبتستغرب حياة طبعا من الرد ده لكن بعدها بيخرجوا من البحر وبينتهي الموضوع بشكل طبيعي ولما بيقعدوا سوا في نهاية اليوم بيتفقوا انهم هيتسألوا بعض اسئلة ولازم كل واحد يجاوب بصراحة فبتوفق حياة وبتنتم بعدها على ده لانه مراد بيسألها ايه هي اكبر كتبة كتبتها عليه حد دلوقتي فبتتصدم طبعا وبتفتكر انها كل ده بتخدعه لان هي حاليا بالنسبة له سونة وهو ما يعرفش انها منتحة لشخصية حد تاني طول الفترة دي فبترد حياة على سؤاله وبتقوله انها شخص تاني جري اللي هو يعرفه فبيستورى مراده بيقولها انه مش فاهم حاجة وهنا بتقرر حياة انها تصرح بالحقيقة لكن فجأة بيرن تليفونها وبيقطع كلامهم وبتبقى هي مضطرة ترد عليه فبترجع في كلامها هنا وبتقدر تغير الموضوع وبتبقى خايفة تصرح بالحقيقة لحسن تبوز كل حاجة ومع مرور الايام دي يكون في حفلة بسيطة عاملها مراد لكل افراد الشركة فبتحضرها الحياة طبعا وبتكون مبسوطة بوقتها لحد ما فجأة بيجي واحد اسمه زيد يتكلم معيها ويقولها ان مراد عايز يقابلها ضروري فبتروح حياة معي وللأسف ما بتكونش عارفة انه بيتحك عليها لحد ما بيوصلوا المكان معين وعلى الجانب التاني مراد بيظهر في الحفلة وبتيجي لينا تتكلم معي فبتلعب لعبتها الخبيثة وبتقوله ان حياة حاليا موجودة مع زيد وان هما الاتنين في بينهم حاجة فبيتضيق مراد طبعا وبيخرج يدور عليها وبيكون عايز يتأكد الكلام ده صحة ولا لأ ولما بنرجع تاني الحياة بنشوفها وهي بتتكلم مع زيد وبتقوله ان تصرفاته دي مرهاش معنى وطبعا بتكون رفضة تماما وبتهدده انه لو حاول يعمل حاجة فهي مش هتسكت له لكن للاسف زيد مش بيقتنع بكلامها وبيحاول يقرب منها بشكل رومانسي وفي اللحظة دي بيظهر مراد وبيشوفهم وطبعا بيفهم غلط تماما فبيمشي بعدها على طول ما بيكونش شايف باقي الحكاية وان حياة بعد الزيادة عنها وضربته كمان ولما بترجع بعدها للحفلة طبعا مراد بيكون متضايق جدا وعايز ينتقم منها بأي طريقة فبيروح يقرب من دينا وكمان بيمسك اديها وبيكون قصد يعمل كده قدام حياة علشان يباين انه مش متضايق ولا حتى فرق له فبتتصدم حياة من الموقف وما بتكونش مصدقة اللي بيحصل ولما بتخرج بعدها من المكان بتقبل انور اخو مراد واللي بيسألها عن حالتها دي فبيتغير حياة الموضوع وبتطلب منه يوصلها للبيت لانها دلوقتي مش كويسة خالص فبيوافق انور وفي الطريق بيطلب منها تحكيله اللي حصل وهنا بتقوله حياة على كل حاجة وبتعرفوا ان زياد خداعها وحاول يقرب منها بشكل مش كويس فبيتعصب انور جدا طبعا وعلى طول بيرجع بالعربية علشان يوصلها وبيقول لها ان الموضوع ده مش هينتهي على خير لكن حياة ترفض وبتطلب منه يوصلها للبيت وبس لانها مش قادرة تتحمل صدمات اكتر من كده فبيوافق انور طبعا وبيعتذل لها عن اللي حصل وبيوصلها للبيت بعربيةه وتاني يوم بتزحى حياة على صوت تليفونها وهو بيرند وبتتفاجئ ان مراد هو اللي بيتصل بيها ولما بترد عليه بيسألها عن مكانها وبيعرفها انه جاي يقابلها دلوقتي حالا فبتستغرب حياة اكتر وما بتكونش فهمة ايه اللي بيحصل لحد ما بيتقابلوا هما الاتنين وبيعادوا مع بعض فبيتكلم وراد معيها وبيعتذل لها عن سوق التفاهم اللي حصل وبيقول لها ان اخو حكاله على كل حاجة فبيوضح لها الموقف وبيعرفها ان الزياد خد اللي يستحقه خلاص وانه هو ولينا ما كانش فيه بينهم اي حاجة فبتفرح حياة طبعا وبتسأله لو كان بيجير عليها والمفاجأة انه بيرد عليها بشكل رومانسي ساعتها وبيقربها ناحيته فبيصريحها انه معجب بيها من زمين وانه بيحبها جدا فبتفرح حياة بشكل مش طبيعي وبتقرر انها لازم تصرحوا بحقيقتها وبالفعل بتقولوا انها مش سونة وان هي طول الفترة دي وانتحلى شخصية واحدة تانية لكن مراد بيصدمها برد فعله وده لانه بيحضنها وما بيهتمش خالص باي حاجة تانية وهنا بتتفجئ حياة ان الزياد هو اللي واقف قدامها فبيتضح ان كل ده كان حلم اساسا وما فيش اي حاجة من دي حقيقة للأسف فبنرجع مرة تانية للواقع وبنشوف حياة وهي رايحة للشركة وهناك طبعا بتقابل مراد وبيفضل هما الاتنين يتكلموا مع بعض باسلوب سخيف وده لان فيه سوق تفاهم كبير ما بينهم ولحد دلوقتي مراد فاكر ان هي وزيد في بينهم حاجة وعلى الجانب التاني فهي فاكر ان هو ولينا في بينهم حاجة فبيفضل الوضع مستمر بالشكل ده لحد ما بيجي يوم وبنشوف مراد وهو راكب العربية مع اخوه المساعد بتاعه فبيتكلموا مع بعض وهنا بيقرر انور يحكي المراد عن اللي حصل بخصوص زيادة فبيقولوا ان حاول يقرب من حياة بشكل مش كويس وان يومها هي انهارت وكانت في غاية الحزن فبيتصد المراد طبعا وبيكتشف ان كل ده كان فهم الموضوع غلط وعلشان كده بيسوق العربية باقصى سرعة لحد ما بيوصل لمكان زيادة واول ما بيشوفه بيهجم عليه فورا وبيضرب وهو وسط صحابه وعشان كده بتحصل معركة كبيرة ما بين الطرفين وطبعا مراد بيكون متعصب جدا وده بيخليه ضرب زياد بدون رحمة وبيقدر ياخد حق حياة منه بالكامل وفي الوقت ده بنشوف ان هي حاليا قاعدة مع صحابها اللي بتكون واحدة فيهم شغلة في المستشفى فبيفضلوا يتكلموا مع بعض لحد ما فجأة بيتفتح البيب وبتتصدم حياة ان مراد هو اللي داخل فبنعرف انه جاي هنا علشان يعالج اصابته هو واخوه والمساعد بسبب الخناء اللي حصلت فبتعلق حياة جدا عليه طبعا وبتقعد بنفسها تعالج اصابته وعالجانب التاني فصحبتها بيقعدوا مع اخوه والمساعد بتاعه وكل واحدة فيهم بتعتني بالشخص اللي معها اما حياة فبتتكلم مع مراد وبتسأله عن اللي حصل وساعتها بيحكي لها كل حاجة وكمان بيعتذل لها عن انه بفهمها غلط وبيعرفها انه اخد حقها من زياد خلاص ولما بتسأله عن علاقته بلينا بيرد عليها وبيقولها انه ده اصلا مش موضوع يتكلموا فيه لانه ما فيش بينهم اي حاجة فبيصدالوا هما الاتنين يبصر بعض بنظرات كلها حب وما بيكونش نواز بس صغر انهم يعترفوا بالمشاعر اللي جواهم بس طبعا محدش فيهم بيكون عنده الجرأة انه يعمل كده وبالتالي بينتهي الموضوع بشكل طبيعي خالص ومن اول هنا بنلاحظ ان الوضع بينهم بدأ يختلف بشكل ملحوظ وبيبقوا في غاية السعيدة كل ما يشوفوا بعضه في الشركة وفي الحقيقة ان ده بيكون واضح اكتر على حياة اللي دايما عينيها بتلمع اول ما بتشوفه فبتبدأ حياتهم هما الاتنين تاخد منحنة مختلف تماما وبنشوف انهم بيتقابلوا كتير برا الشركة علشان يقضوا بقت رطيف ويتعرفوا على بعضه اكتر بس طبعا لان الوضع ما يفعش يدوم بالشكل ده فبتمر الايام وبنبدأ نلاحظ ان مراد بيتغير مع حياة بالتدريج وبنيجي في مرة وبنشوف ان هما الاتنين قاعدين في مطعم بس محدش فيهم ويخد بالو من التاني لان دي كانت صدفة مش اكتر لحد ما فجأة مراد بياخد بالو منها وعلى طول بيتكلمه سواء وبيسألها يا بتعمل ايه هنا فبتتكلم حياة معي باسلوب لطيف جدا كالعيدة لكن للاسف هنا بتحصل المفاجأة وده لاني لينا بتظهر في اللحظة دي وبيتضح انها كانت متفقة قابل مراد هنا وطبعا حياة بتبقى واقفة ومصدومة من اللي بيحصل لكن الموضوع مش بين دي لحد هنا وباس فبتتكلم لينا وطبعا بتحاول تدايق حياة باي طريقة علشان تبعدها عن مراد للأبد لكن المراد دي بتقول حاجة غريبة جدا وهي ان مراد طلب منها يتقابله النهاردة علشان قرر يتجوزها ويكمل حياته معي فبتتصدم حياة طبعا وما بتكونش مسبقة اللي بيحصل لحد ما بتلاقي مراد ساكت ومش قادر يبرر لها اي حاجة فبتفهم ان كلامها فعلا حقيقي وعلى طول بتمشي من المكان وهي مش قادرة تستوعب اي حاجة والمفاجأة ان مع مرور الايام فعلا بيجي وقت خطوبة مراد ولينا وبيبقى الموضوع حقيقي فبتبدأ المراسم وبيجي والده يتكلم معهم هما الاتنين وبيخليهم يلبسوا الدبل علشان كده يبقوا مخطوبين بشكل رسمي وطبعا على الجانب التاني فحياة بتكون قادرة مع صحابها وهي منهارة ومش لقي اي تفسير للي حصل لانها كانت فكرة ان المراد بيحبها وان كان فيه حاجة كبيرة ما بينهم ولما بيعاد اليوم وبيرجع مراد للبيت بنشوف ان هو كمان عمال يفكر في حياة وحاسس بالذنب على الوضع اللي حطها فيه وبيبقى واضح كده ان الموضوع ده فيه سر وراه وانه اكيد مختارش للينا علشان يكمل معها حياته فبيمر الوقت وفي مرة بنشوف حياة وهي موجودة في محطة القطر وبتبقى قرارة تسافر علشان تبعي التماما عن المراد بحيث ما تفكرش فيه تاني لكن طبعا هو اول ما بيعرف بيجري بسرعة على المحطة هو يدور عليها في كل مكان وبيكون خايف انها تمشي وتسيبه ولانا بيلاقيها اخيرا بيتكلم معها وبتلب منها تفضل موجودة جنبه ومتمشيش فبتستغرب حياة وبتسأله ازاي ده ممكن يحصل وهو ناوي يتجوز واحدة تانية اصلا فبيسكت مراده ما بيكونش عارف يرد يقول ايه وعلشان كده بتسيبه حياة وبتمشي فبيفضل واقف ومش مستوعب اللي بيحصل لانه ما تخيلش ابدا انه ممكن حياة اختفي من حياته لكن المفاجأة ان ده كله بيكون حلم وبيصحى مراد بعدها وبيبقى سعيد ان اللي حصل ما كانش حقيقة وعلشان كده بيتقرر انه يحافظ عليها مهما حصل وعلشان ما يخليش الموضوع يوصل للمرحلة دي وبالفعل في يوم من الايام بيتقابلوا هما الاتنين وبيبقوا راكبين العربية سوا فبتتكلم معي حياة وبتعرف منه انه جوازه باللينا عبارة عن تمثيلية مش اكتر ولما بينزلوا بعدها علشان يتكلموا بيعرفها مراد انه مضطر يعمل كده علشان صفقة شغل ما بين عيلته وعيلته ايه كمان فبتسأله حياة هو ليه ما وضحش ده من البداية وسبها تعيش ايام سخيفة وهي عمال وتفكر في اللي بيحصل وساعيتها بتتدايق جدا طبعا وبتبدأ تنهار من العياط وهو بيكون حاسس بالزنب ناحيتها لكن لما بتسيبوا حياة وبتمشي المرة دي بيروخ وراها على طول وبيشدها علشان يحضنها فبيعتزلها على اللي حصل وبيطلب منها ما تمشيش ابدا وبيبقى شيء واضح جدا انه واقع في حبها هي وبس ومن اول هنا بيبدأ قصو بيتغير معيها من تاني ويرجع للوضع الطبيعي بس طبعا حياة بمتكونش وصلت لسه للي هي عاوزه لان الحد دلوقتي في اتفاق ما بينه هو ولينا انهم يتجوزوا وده بالتأكيد شيء مش كويس حتى لو الموضوع عبارة عن تمثيلية وبس وعلشان كده بتبدأ حياة في خطة غريبة جدا من تاني يوم فبنشوفها وهي موجودة في الشركة ورايح هتقابل مراد في مكتبه لكن الغريب انها بتكون مبسوطة جدا ومش مضايقة من اي حاجة وفي اللحظة دي بيرن تليفونها وبتحاول حياة تبين انها خايفة ترد عليه فبياخد مراد ديل وبيقولها ترد على التليفون عادي لكنها بتقول ان دي حاجة شخصية ومش حابة ترد دلوقتي ولما بتخرج بعدها بترد حياة التليفون وبنعرف انها صاحبتها عادي جدا لكن طبعا هي مش بتخلي الموضوع يمشي بالبساطة دي وبنشوفها وهي بتكلم صاحبتها على اساس انها واحد هي بتحبه فبتفضل تتكلم معيها بالطريقة دي وبتكون قصدا تسمع مراد كلامها علشان تخليه يجير عليها وينشلل بيها اكتر وبالفعل خطتها بتنجح وبيفضل مراد محتار وحيث انها ممكن تبقى تعرفت على حد تاني ولما بيرجع ماتبه بعدها بيفكر في الوضع وما بيكونش مرتاح خالص وطبعا في نفس الوقت ما بيقدرش يدخل في حياتها لانه حاليا متفق مع بنت تاني انه هيتجوزها بس لانه ما بيقدرش يتحمل الوضع ده فبيتصل بيها بعدها على طول وبيطلب منها تيجي المكتب فبتفرح حياة وبتفهم في اللحظة دي ان خطتها بدأت تنجح وان الموضوع ماشي زي ما هي عايزة بالصب ولما بتروح للمكتب بيتكلم معها مراد وبيقول لها انه عايز يعزمها على الغدى النهاردة فبترد عليه وبتقوله ان هي نفسها توافق بس للأسف في حد تاني متفق معها انها تقابل فبيستقرب مراد طبعا وبيسألها مين الحد ده وهي بترد عليه وبتعرفه انه واحد لسه متعرفة على جديد وان علاقتهم لسه في مرحلة البداية وهي محتاجة الاول تطمله علشان يقدروا يكمله مع بعض فبيتصد المراد طبعا من الكلام ده وما بيكونش عارف انها بتضحك عليه وبتعمل كده بس علشان يباين حبه ليها فبتمشي حياة بعدها وبتبقى مبسوطة بكل اللي بيحصل والمفاجأة ان خطتها ما بتكونش انتهيت لينة وبس فبيعدي الوقت وبييجي مراد في مرة وبيكون عنده اجتماع تبع الشغل وساعتها بيتعرف على شخص اسمه إبراهيم ولما بيخلص الاجتماع بشكل جميل وبتبقى الامور ماشية كويس قوي فجأة بتيجي حياة وبتسلم على إبراهيم وكأنهم يعرفوا بعض كويس قوي فبيستغرب مراد طبعا وبيسألهم والمفاجأة انهم بيرد عليه وبيكتشف في اللحظة دي ان إبراهيم يبقى هو الشخص اللي حياة عرفت عليه جديد فبيرجع لمكتبه بعدها وما بيكونش مستوعب اللي بيحصل وطبعا بيتضيق قوي لان الموضوع كده قلب بجد ولما بيخرج إبراهيم من الشركة بتروح حياة معي علشان توصل وساعتها بيتكلموا مع بعض وبنكتشف ان هم الاثنين مجرد أصدقاء لكنهم اتفقين على التمسيرية دي علشان يخلوا المراد يدير عليها أكتر وبكده نبقى عرفنا خطة حياة بالكامل اللي لحد دلوقتي محقق نجاح كبير قوي وفي يوم من الأيام بيكون في حفلة بسيطة طبع الشركة والمراد إبراهيم بيكون موجود فبتفضل حياة واقفة معي طول الوقت وبتكون أصدا تستفز المراد بأي شكل ممكن والحصن حظها انه بيكون مرائبها طول الوقت ومتضيق من اللي بيحصل وعلشان كده بيقرر ياخد خطوة أخيرة فبيعدي الوقت وبنروح سوى لنهاية اليوم وزاعتها بيقف مراد يتكلم معيها ويقول لها ان فيه موضوع مهم عايز يقولها عليه فبترفض حياة وبتقوله ان هي لازم تمشي دلوقتي علشان تقبل إبراهيم لأنه مستنيها فبيشيلها مراد وبيقول لها ان هي لو مش هتيجي معاه بإرادتها فهو مضطر يكبرها على ده وبيفضل ماشي بيها لحد ما بيوصله المكان معين وهناك بينزلها مراد وبيبدأ يقرب منها بشكل رومانسي جدا وطبعا لأن حياة بتحبه فبتبدأ حقيقتها تظهر وتكون مبسوطة من اللي بيحصل فبتتكلم معي وبتقوله انها مستنيها اليوم ده من زمان وبتبقى متوقعا ان هيعترف لها بحبه ليها بس المفاجأة ان مراد بيغير اسلوبه فورا وبيقول لها انه جايبها هنا بس علشان يقول لها ان إبراهيم مش شخص مناسب ليها وانه مش لقيين على بعض فبتتعصى بحياة جدا وبتبدأ تحس انه إنسان ما عندوش مشاعر وعلشان كده بتمشي وتسيبه وساعيتها بنكتشف ان دي كانت خطة هو عاملها علشان يتأكد ان هي لسه بتحبه وطبعا الخطة بتكون نجحة بالكامل وعلشان كده بيقرر مراد انه ياخد خطوة جديدة قبل فوات القوان وبيبقى خايف ان حد يخطفها منه فبتمر الايام وبيستغل ان عيد ميلادها قرب وعلشان كده بيقرر يقضي معيها وبيبقى مجهز لها اكبر مفاجأة في حياتها فبنشوفهم وهم ماشين مع بعض وبيتجرق مرود شوية وبيمسك ايديها لحد ما بيوصلوا المكان جميل هو مجهزه وهناك بيبدأ يقرب منها وبيتكلم معيها بخصوص مشاعره وبيعرفها ان وحابة بيقدم لها هدية زالية عالية جدا فبيديها سلسلة والدته اللي فرقت الحياة من سنين وبيقول لها ان السلسلة دي هي اغلى شيء عنده فبتفرح حياة جدا طبعا وما بتكونش مصدقة اللي بيحصل لحد ما اخيرا بيصريحها بحبه ليها وبيعرفها انو بيحبها جدا وطبعا بيطومنها ان موضوع لينا انتهى تماما وقدر يقفله خالص فبيقربوا هما الاثنين من بعض بشكل رومانسي وبتبقى دي اجمل هدية حصلت لها في حياتها وفي اللحظة دي بتفكر حياة في الوضع الحالي وانها لسه معرفتهش انها دحكة عليه بقالها فترة طويلة فبتتكلم معيه وبتسأله لو هيبدل يحبها حتى لو اكتشف انها كده بتعليه فبيستغرب مراد وبيسأله هي تقصد ايه وللأسف هي بتحكيله كل حاجة فبتعرفه انها مش سونة اللي هو عارفة وان هي من عيلة بسيطة خالص واضطر تتحك عليه علشان تتعين في الشركة فبيتصد المراد طبعا وبيحس انه كان مغفل بالنسبة لها لان اول مرة حد يخدعه بالشكل ده وعلشان كده بتخلع حياة سلسلة اللي ادهالها هدية وبترجع حيله تاني وبتقوله انها اكيد ما تستحقهاش فبيمشي مراد وهو حيث ان دخيبة امل كبيرة وبيبقى ده اسوأ كابوس في حياتها بس المفاجأة انه فعلا بيكون كابوس مش اكتر وبيتضح ان كل ده هي كانت بتسرح بخيالها لكنها ما صرحتهش بالموضوع الكتبة ولا حاجة فبنرجع مرة تانية للوقت الحالي وبنشوف انها قررت تخبي حقيقتها شوية كمان لانها مش عايزة تباوز اللحظة دي فبيفضل الموضوع ماشي بشكل جميل كده وهم الاتنين بيبقوا في غاية السعادة واخيرا بيبقوا مرتبطين من اول اللحظة دي وطبعا مش محتاجين نقول ان ايامهم من اول هنا بتتغير تماما وبيقدروا يعيشوا مع بعض اجمل قصة حب في الدنيا وفي يوم من الايام بيكون مراد قاعد مع اخو في المكتب وبيتكلموا شوية بخصوص الشوق ولما بيلاحظ مراد ان حياة موجودة في الوقت ده بيقرر يعمل فيها مقلب علشان يخليها تغير عليه فبيتكلم مع انور على اساس انهم متفقين يحضروا حفلة النهاردة بالليل مع بنات كتير وبيكون قصد يعمل كده علشان هي تركز في الكلام وتبدأ تشك فيه وفعلا خطته بتنجح وبتحس حياة ان فيه حاجة غريبة بتحصل وبتفضل مرقباته لليوم كمان فبيوقف مراد بعدها مع اخوه والمساعد بتاعه وطبعا حياة بتبقى موجودة وعايزة تعرف هما بيتكلموا عن ايه فبيستغل مراد الفرصة وبيفضل يتكلم بخصوص حفلة بالليل وطبعا هما كمان بيساعدوه في الموضوع وبيخلوه يبان حقيقي علشان حياة تصدقوا ولما بيتقابلوا بعدها في الأسانسير هما الاتنين بتتظهر حياة انها ما سمعتش اي حاجة وبتسأله هو وراء النهاردة بالليل فبيرفض مراد انه يجاوبها وبيبقى قدر انه يخليها تحتار وتتأكد انه مخبي عنها حاجة وعلشان كده بنتفاجئ ان حياة قررت تعرف ايه اللي بيحصل لكن على طريقتها الخاصة فبنشوفها وهي رايحة البيت مراد بالليل وبتبقى جايبة معها صحابها فبيفضلوا يتكلموا لحد ما بيوصلوا للبيت وزاعتها بيقرروا يدخلوا من غير صوت علشان يكشفوا على حياته لكن طبعا قبلها بتاخدهم حياة وبتروح على المطبخ وبتقول كل واحدة فيهم تختار سلاح معين علشان لما يهجموا على البنات اللي معاهم فبيمشوا بعدها وبتكون حياة مستنية اللحظة المناسبة لحد ما بيظهروا فجأة وبيكتشف ان كل ده كان عبارة عن مقلب فبيفضل مراد يضحك عليها ويعرفها انه كان قصد يعمل كده وطبعا هي بتتدايق شوية بس بتبقى مبسوطا ان الموضوع كان عبارة عن هزره بس فبيقعودوا كلهم مع بعض وبيقرروا يقضوا اليوم سوا وهنا بنلاحظ ان صاحبات حياة هم كمان في حاجة ما بينهم وما بين اخه مراد والمساعد بتاعه فبيعد الوقت وبيكونوا كلهم مبسوطين خصوصا حياة ومراد اللي بيبقوا عاشين اجمل ايام حياته ولما بينتهي الموضوع وبتمشي حياة بعدها علشان ترجع للبيت بيتفاجئ مراد من يدينا بتتصل به وبتقوله انها عايزة في موضوع ضروري فبيوفق انه يقابلها وهي بتعرفه انها في طريقها للبيت عنده وبتقوله انها مش هتتأخر عليه وبعدها بنتفاجئ للأسف ان هي بتلعب لعبة خبيثة جدا وده لانها بتروح الاول تقابل ابراهيم وبتقوله ان المراد بيخدع حياة وبيلعب بيها وبتطلب منه ييجي معاها ويفضلي رائبهم من بعيد وهي هتثبت له ده وبالفعل بتروح لنا بعدها وبتوصل للمراد وبينيك بتتكلم معاه بخصوص الشغل وبيبقى فعلا الموضوع مهم لكن طبعا مش هو ده اللي هي جاي عاشينه فبنشوف انها بتستغل الموقف بطريقة بشعة وتقدر تقرب منه وبتحضنه وكل ده ابراهيم بيكون واقف ومرائب اللي بيحصل فبيفهم في اللحظة دي ان المراد بيخدع حياة معاها وطبعا ما بيكونش عارف انه كل ده تمثيلية مش اكتر وعلشان كده بيروح ابراهيم للشركة تاني يوم وبيكون عايز يواجه مراد بحقيقته فبيتكلم معاه باسطوب وحش جدا وبيقوله انه لو حاوليه ازي حياة فهو مش يسكت له وطبعا اسطوبه ده بيخلي مراد مستغرب ومش فاهم اللي بيحصل وللأسف ابراهيم مش بيقوله حاجة بخصوص انه شافهم برحة وولينا فبيروح عليه مراد وبيقوله ما يدخلش تاني ما بينه هو وحياة لانهم دلوقتي اتنين مرتبطين فبيمشي ابراهيم بعدها بس طبعا الموقف بيكون دايق مراد جدا وعلشان كده لما بتيجي حياة بعدها للمكتب بيسألها هي تعتبر ايه بالنسبة لابراهيم فبترد عليه بتعرفه انه مجرد اصدقاء وانه ما فيش بينهم اي حاجة طب يحكي لها انه جاله المكتب وكان بيتكلم عنها بعشان مش طبيعي وده شيء مش مريحه خالص وطبعا بيعرفها انه واثق فيها لكنه مش واثق في ابراهيم وحاسس انه بيعتبرها اكتر من مجرد صديق والمفادئة انه بيكون معا حق فعلا في كل كلمة هو قالها وده لان بعدها بنشوف ابراهيم وهو رايح يقاب الحياة وبيكون عايزها في موضوع غريب شوية فبتتكلم معاه وبتسأله عن سبب المقابلة دي وبتتصدم لما بتلاقيه بيقرب منها وبيمسك ايديها كمان فبيكمل ابراهيم كلمه وبيقولها انه معجب بيها جدا وبقاله فترة طويلة حاسس بمشاعر ناحيتها وفي اللحظة دي بيظهر مراده بيتضح انه كان مرائب الموقف من اول واخره فبيقرب من ابراهيم بسرعة وعلى طول بيدربه وبيقول لحياة انه كان معا حق في البداية وانه ابراهيم بيحاول بكل الطرق يبوز علاقتهم ببعض بس هي مش واخد بالها وساعيتها بيرد عليه وبيقوله انه ما يفعش يتكلم بالطريقة دي لانه شخص خايل وبيحكي الحياة لما شافه هو ولينا بيحضن بعض وطبعا مراد ما بيقدرش ينكر ده لان الموقف حصل فعلا فبيتكلم مع حياة وبيقولها ان الموضوع مش زي ما هي متخيلة وان فيه سوق تفاهم لكن للاسف حياة بتتصدم وبتبدأ الشكوك تسيطر عليها وعشان كده بتسيبهم وتمشي بس طبعا مراد مش بيسيبها لوحدها وعلى طول بيروخ وراها وبيعرفها ان هي ظلمة والحسن الحظ انها بتدي له فرصة يوضح لها سوق التفاهم وهو بيوعدها ان الموضوع كله هيتحل فبياخدها بعدها وبيرجعوا للشركة وبيقابلوا لينا اللي بتكون شغالة على تصوير اعلان في الوقت ده فبيوقف مراد كل حاجة وبيخلي لينا تحكي الموقف بالكامل لحياة علشان تصدق انه مش زي ما هي متخيلة وبالفعل لينا بتحكي الموضوع زي ما حصل ويتعرفها ان مراد مش بيخونها ولا حاجة وكمان بتعتذلها علشان حضانته يومها وطبعا بتكون مضطرة تعمل كده لان مراد حطها قدام الامر الواقع ولو كانت كتبة كان ممكن يترودها من الشركة بكل سهولة وبعدها بيقعدوا هما الاتنين مع بعض وبيكونوا مبسوطين لان الوضع رجع ما بينهم طبيعي من تاني فبتعتذلوا حقيقة علشان فهمته غلط في البداية وما ديتلوش فرصة يبرر لكن هما بيسمحها طبعا وبيقول لها انه مقدر موقفها ومديها مليون عز ولما بترجع حقيق بعدها للشركة بتبدأ تفكر في الوضع اللي بيحصل وبتشوف انها كده بتظلم مرود زيادة عن اللزوم لانه بيعملها باسلوب كويس جدا وكمان حريص على انها ما تفهموش غلط لكن هي الحادة دلوقتي بتخدعه ومش معرفة حقيقتها وعلشان كده بتقرر انها تاخد خطوة شجاعة وتعترفه بكل حاجة وبتبقى شايفة انها لازم تتحمل عواقب افعالها ولما بتروح بعدها المكتبه علشان تتكلم معاه بتتفجئ انه مجهز فستين جميل وطلب من المصممة تصنعه مخصوصة علشانها فبتتضيق حياه ما بتكونش عايزة تقيس الفستين لانها حاسة نهاية ما تستحقش كل ده لكن طبعا في النهاية بتقيسه وبيكون شكله جميل عليها وما بتكونش مصدقة انه مرود بيحبها للدرجة دي وانه بدأ يفكر فعليا في جوازهم لحد ما بتيجي مرة وبيروحوا هما لفين لمكان غريب وبتكون حياة محتارة ومش عارفة وهيجيبها هنا ليه فبيروح مرود يقف قصدها وبيتكلم معاه عن التغيير اللي حصل في حياته بسببها وبيحكي لها قد ايه هو واقع في حبها فبتتأثر حياة جدا وبتكون فرحانة لكن في نفس الوقت بتحس بالزنب وبتكون شايفة ان هي كده بتظلمه اكتر والمفاجأ ان مرود بيطلع علبة فيها خاتم جميل جدا وبيقدمها لها وبيقولها انه حب بيقضي حياته كلها معيها وده طبعا لو هي موافقة فبتتصدم حياة طبعا وبتكون عايزة ترفض لان كده الموضوع كبر منها وهي لسه ما اعترفتلوش بحقيقتها لكن في النهاية بترد عليه وبتقوله انها موافقة وبيبقوا هما الاتنين مخطوبين من اول اللحظة دي ومن بعدها للأسف الحياة بتاخد منحنة مختلف تماما وبيبدأ الوضع يتغير 180 درجة وده لان مع مرور الوقت بتتعرف حقيقة حياة وبيوصل الخبر لأسرة مراد ولما بيعرفوا كلهم حاجة زي دي بيتصدموا طبعا لكن في نفس الوقت بيبقوا عارفين ان حياة بتحبه وبالتالي بيقرروا يفضل مخبين الموضوع عنه لحد ما هي تحكيله علشان تبقى جات منها هيا بس للأسف زوجة والده بيكون عندها رأي تاني وهنا بتظهر على حقيقتها وبنشوف انها انسانة شريرة جدا وده لانها بتروح للشركة على طول وبتتكلم مع حياة بأسلوب وحش جدا وبتقول لها ان هي واحدة كذابة ونصابة وبتعرفها ان حقيقتها خلاص ظهرت لكل الناس وعلشان كده بتتردها من الشركة وبتقول لها ما تجيش للمكان ده تاني ومش بس كده دي كمان بتروح تاخد من ايديها خاتم الخطوبة اللي خدته من مراد لكن المفاجأ انه بيجي بنفسه ساعتها وبياخد حياة وبيمشي ولما بيركبوا الأسانسير مع بعض بيفضل مراد ساكت بشكل مخيف ومش بيقول ولا كلمة فبتتكلم حياة معايا وبتطلب منه يلومها او حتى يسمع تبررها وبتكون خايفة انه كده استغنى عنها خلاص لكن للأسف مراد بيفضل ساكت لحد ما بيوصله عند مدير الحسابات وساعتها بيتكلم معايا وبيطلب منه يصفي حساب حياة من الشركة وبعدها هي مرفودة والمفاجأ انه بيمشي بعدها وبيسيبها بدون اي اهتمام وطبعا هي بتكون مصدومة مش مسبقة اللي بيحصل فبتفضل تجي وراء الحد ما بيركب عربيته وبيمشي من المكان وهي بتقع على الارض وبتكون منهارة من العياد وبتبقى حرفيا خسرت كل حاجة في لحظة واحد ولما بترجع بعدها للبيت طبعا الخبر بيكون انتشر بشكل واسع وانتشر على النت كمان فبتتفاجئ ان جدها جاي مخصوص من البلد وبيبدأ يلومها علشان كده بيت بالشكل ده وخلت الناس تشوف عائدهم على اساس انهم نصابين وده لان كل الناس بقوا شايفينها انتحلت شخصية واحدة تانية علشان تقدر تخضع مراده وتسيطر على صروعته وعلشان كده بيعرفها جدها انه تقرر يرجعها معايا للبلد علشان كل حاجة ترجع زي ما كانت وبعد يومين بتقرر حياة انها تقابل مراد لاخر مرة بحيث تعتذر له يمكن على الاقل يسمحها ولما بتروح له الشركة علشان تقابله بتتفاجئ انه مقطع الفستان بتاعها اللي كان مصممه لها مخصوص وبتتكلم معي وبتحاول تقرب منه علشان تحسسه ان هي نفس البنت اللي حبها لكن مراد بيبصرها بشكل غريب وكأنها واحدة غريبة بالنسباله وللأسف ما بيكونش واضح عليه خالص انه مستعد يسمحها وفي النهاية بيتردها من المكان وهي بتضطر تمشي وتاني يوم بتستعد حياة هي والدتها علشان يسفروا للبلد من تاني وكل حاجة ترجع زي ما كانت وبالفعل بيركبه العربية وطول الوقت بتكون عملة تفكر في مراد ومش مصدق ان الموضوع انتهى بالشكل ده لكن لحسن الحظ ان القدر بيكون له رأي تاني وده لان مراد بيفجئنا وبنشوفه هو بيظهر قدامهم بعربيته فبيستوره بالجد وبينزل على طول علشان يتكلم معاه ويعرفه عايز ايه بالزبط فبيرد مراد عليه وبيعتزله على اللي بيحصل ده لكنه مش موافق ان حياة سيفر والغريب انه بيتكلم معاه بأسوب كويس جدا وبيقوله انه ناوي يتجاوزها لانه بيحبها ومش بس كده باتيمان بيقرب منها وبيحضونها قدامهم كلهم وبيقدر يقنع الجد انه يرجع عن قراره ويديهم فرصة تانية وطبعا في الوقت ده حياة بتكون مصدومة ومش منصدق اللي بيحصل خصوصا انه مراد تغير تماما في يوم واحد بس ومن بعدها بتحاول حياة انها ترجع الامور لطبعتها وبنشوفها وهي بتزور مراد اكتر من مرة والغريب انه فعلا بيفضل يتكلم معها بسلوب لطيف وبيعرفها انه لسه بيحبها لكن بنبدأ ان نلاحظ انه شعوره نحيتها ما بقاش زي الاول وكمان طريقة كلامه معاها بتكون متغيرة شوية وكأن الوضع بينهم اصبح جاف وما فيهوش مشاعر بس الغريب ان التصرفات مراد بتكون عكس ده تماما وبنشوفه في مرة هو واحد حياة لشان تزور اهله وتتعرف عليهم اكتر وطبعا مش محتاجين نقول ان كلهم بيرحبوا بيها وبيبقوا عارفين انها فعلا بتحبه مع عادة زوجة والده اللي ما بتكونش حابة الخير خالص لمراد وهنا بنعرف انها بتحقد عليه علشان عاية تصروته وكل حاجة هو بيمتلكها تروح لابنها انور وده لان مراد وانور اخوات اهلا كان من ام مختلفة ومع مرور الوقت بنبتق نراحز ان المراد عايز يتم موضوع الجواز باقصى سرعة وبنشوفه في مرة هو باعت حياة مع جدته ووالدتها علشان تختار خاتم بنفسها لكن هو ما بيكونش معيها وبييجي في النهاية بس وبيقولها ان الخاتم شكله حلو وبيكتفي بكده وده بيحسسها شوية انه مش مهتم خالص بالموضوع وعايز يتم بسرعة وخلاص ومع مرور الايام بيجي يوم الفرح فعلا واخيرا هما الاثنين بيتجوزوا لكن لما بتبدأ المراسم وبتكون حياة قاعدة مستنيها بنتفاجئ ان الوقت عمالي عادي وهو الحادة دلوقتي لسه مظهرش فبتفكر حياة انه يمكن راجع تفكيره من تاني وقرر ما ياخدش الخطوة دي لكن لحسن الحظ انه بيظهر قبل ما تفقد الامل وبييجي اعتذلهم علشان اتأخر عليهم ولما بتتكلم حياة معيه وبتسأله عن سبب التأخير بيقولها انه كان متردد وفضل يفكر في الخطوة دي كتير وكان ممكن ما يجيش النهاردة وده لانه لسه منسيش طبعا اللي هي عملته وبالتالي مش قادر يسمحها الحادة دلوقتي بس على الرغم من دفا بيكمل كلامه بيقولها انه حبي بيتجوزها وهي بتوعيده انه كل حاجة هتتصلح وكمان هتقدر تنفسي اي حاجة سخيفة حصلت فبيمشي اليوم بشكل لطيف وبعدها بيمتهي على خير وبيبقوا هما الاتنين متجوزين من اول اللحظة دي ولما بيرجعوا للبيت بعد كده بتكون حياة مبسوطة طبعا ومش مصدق انه كل حاجة تصلحت بالسهولة دي لكن الصدمة انه مراد بيتكلم معها بسهب غريب جدا وبيطلب منها تطلع تنم في غرفة تانية وبيعرفها انه مش هينم معها ابدا في نفس الغرفة وده لانه كل ما بيشوفها بيفتكر قد ايه هو مغفل وهي قدرت تضحك عليه فبتتكلم حياة معايا وبتسأله هو ليه بيقول الكلام دا دلوقتي وما قالهوش قبل الجواز فبيرد عليها بكل اسوأ وبيقولها انه حابب يأذيها زي ما هي أذيته بالزبط وبيبقى واضح كده انه تغير وبقى شخص تاني تماما عن اللي هي تعرفه وتاني يوم بتصحى حياة بدري وبتقرر انها تتجاهل كل اللي حصل مبارح وعلشان كده بتجاهد الفطار وبتستنى يصحى وعلشان يعودوا يأكلوا مع بعض لكنه للأسف بيفجئها باسلوبه مرة تانية وبيسألها مين طلب منها تحضله الفطار وبيفضل يتكلم معيها باسلوب صخيف جدا لحد ما بيسيبها وبيمشي فبيعدي الوقت وبتفضل حياة متانية يرجع من الشغل وينا بتجي لها فكرة علشان تتأكد اذا كان فعلا بطل يحبها ولا هو بيتظاهر بده وبس فبتستنى لحظة رجوعه للبيت وعلى طول بتمثل انها وقعت على الارض وتصابت بشكل خطير والحسن الحظ ان خطتها بتنجح فعلا وبنلاحظ انه مرض قلقان عليها جدا وكمان بيحاول يعالج إصابتها فبتفرح حياة في اللحظة دي وبتفهم انه لسه بيحبها لكن للاسف فيه شيء منع من انه يظهر مشاعره ليها فبتتكلم معاه وبتقوله انها مش هتستسلم ابدا وتفضل وراه لحد ما يسمحها ويرجع يحبها زي الاول وكمان لما بيجي وقت النوم بتدخل لغرفته وبتقوله ان هي ناوية نام هنا وبتبدأ تتعامل معاه بجرأة شوية لان هي كده تطمنت انه لسه بيحبها لكن طبعا الموضوع ما بيكونش بسهل خالص لانه مرض اصلا بيسيب الغرفة وبيعرفها انه راح ينام لوحد وتاني يوم بتكون حياة قاعدة بالليل وبتتفاجئ انه لابس وقرر يخرج دلوقتي فبتستورب وبتسأله هو رايح فين وطبعا مش بيجاوبها وبيقولها ان دي حاجة ما تخصهاش لكن حياة مش بتقبل بالوضع ده وبتقوله انه لو خرج فهي كمان هتخرج وهتتصرف على مذجها فبيرد مراد عليها وبيحذرها من انها تعمل حاجة زي دي وبالفعل بيسيبها ويمشي بس طبعا حياة ما بتكونش خايفة منه ولا حاجة وفعلا بتخرج بعدها وبتروح لبار وبتفضل تشرف كحول كتير لحد ما بتفقد السيطرة على نفسها والحسن الحظ ان المراد بيوصل في اللحظة دي وبياخدها معالي البيت وبيكون متعصب منها علشان تصرفاتها مش عاجبا لكن لما بيوصلوا هناك بتبدأ حياة تتكلم معي وهي تحت زأسير الكحول وبتسأله هيفضل لحد امتى يعملها بالشكل ده وبتعرفه انها عايزة منه اجابة لانها في كل الاحوال هتستنيه حتى لو هيقعد سنين وبتطلب منه يرجع يحبها زي الاول من تاني لانها فعلا مش هتقدر تعيش من غيره فبيبدأ مرض يتأثر وبيعرف انها فعلا بتحبه لكن للاسف غصبة عنه ما بيكونش قادر يتخطى اللي حصل وفي يوم من الايام بيكونوا هما الاتنين في الشركة وفجأة بتروح حياة قابل شخص جديد في قسم التصميم فبتتعرف عليه وبنكتشف ان الشخص ده اسمه عمار وللأسف بيكون واضح عليه انه معجب بحياة وبيحاول يقرب لها لدرجة انه بيكون عايز يأكلها في شرب نفسه ولسوق حظه انه مراد بيكون واقف من بعيد وشايف اللي بيحصل فبيتدخل فورا وبيأخذ حياة بعيدة عن المكان وبيسألها اي اللي بيحصل ده فبترد تعليه بتعرف انها مدتلوش فرصة يعمل اي حاجة وكمان احرجته علشان ما يفكرش يقرب منها تاني بس على رجم من ده فمراد ما بيكونش مبسوط خالص ومش متطمن لعمار وعلشان كده بيقول لها انه قرر يبعدها عن المشروع اللي شغالها عليه حاليا علشان تفضل بعيدة عن عمار وما يحاولش يقرب لها تاني وطبعا ساعتها هي بتتعصب جدا وبتشوف انه كده بيظلمها بس مراد بيفضل ثابت على موقفه وفي مرة بتكون حياة قاعدة في البيت وبتتفاجئ انه مراد لابس ومستعد علشان يخرج ويحضر حدث مهم في الشركة فبتتكلم معي وبتقوله انها عايزة تحضر هي كمان لكنه بيرفض ويقول لها ان عمار هيكون موجود هناك وطبعا هو مش عايز مشاكل وبالتالي بيطلب منها تفضل قاعدة وما تجيش معي ولما بيمشي بعدها وبيوصل للشركة بيتفاجئ انها ما سمعتش كلامه وبتيجي علشان تحضر الحدث وللأسف عمار بيظهر في الوقت ده وبيقرب منها بشكل سخيف شوية وده بيعصى مراد جدا وبيكون على وشك انه يرتكب جريمة لكن لحسن الحظ ان المساعدة بتاعته بتدخل وبتاخد عمار بعيد وبيفضل هو واقف مع حياة علشان يسألها يا بتعمل ايه هنا فبترد عليه وبتعرفه ان الحدث ده مهم جدا لها هو تفكره ان هي واحدة من اعضاء الشركة وكمان بتقوله ان ملهاش اي علاقة بعمار وانها اكيد مش هتوقف حياتها علشان واحد زيه وفي اللحظة دي بتيجي بنته بتحاول تتعرف على مراد وهو بيقرر يستغل الفرصة دي علشان يديق حياة ويخليها تغير عليه لكن طبعا هي مش بتسكت وبتتكلم مع البنت دي بس لبوحش جدا وبتقولها ان هي لو ما مشيتش حالا هتضربها وفي الوقت ده هو بيحس انه كان لازم ياخد موقف مع عمار خصوصا انه قرب لها هو واقف وبالفعل بيتحرك لحد ما بيوصل لعنده وعلى طول بيدربه وبيوقع على الارض وهنا بيكتشف ان عمار ما كانش يعرف ان الحياة اصلا متجاوزة وبالتالي ما كانش يقصد حاجة ولما بيرجعوا بعدها للبيت هم الاثنين كالعادة بيتخنقوا وبيفزل مراضي يتكلم معها بأسلوب سخيف لكن المراضي بيزودها شوية وبيتعامل معها على انها واحدة مش كويسة وطبعا دي بتكون صدمة بالنسبة لها وبتتأذي جدا بسبب كلامه وعلشان كده بترجع حياة البيت قسرتها وبتقرر ان هي لازم تنهي جوازها مع مراض لان الموضوع كده ذات عن حده فبيجي جدها يتكلم معيها وبيديها ورقة الطلاق وبيطلب منها تنتي عليها علشان يوصلوها للمحكمة والقصة تنتهي لحد هنا بس فجأة بيظهر مراضه بيكون حس بالندم على أسلوبه معيها فبيكلمها وبيطلب منها تديه لفرصة كمان لانه فعلا ما كانش يقصد يحسسها بأي حاجة سخيفة وان كلامه اللي قاله كان لحظة غضبه بس لكن هنا جدها بيدخل وبيقوله ان حياة مش لعبة في ايده وان قصتهم لازم تنتهي لحد هنا وبس ولما بيحصل خلاف ما بينهم هما الاتنين بيديخد حياة صف جدها طبعا وعلشان بتسمع كلامه بتوقع على عقد الطلاق وبتقول لمراض ينسى كل اللي كان بينهم لانها ما بقتش حاسة بحبه ناحيتها خالص لكن طبعا هو بيرفض وبياخد منها الورقة وبيقطعها وبيقوله ان المستحية تخلى عنها بالطريقة دي وبيبقى متوقع انه كده هيكسب قلبها من جديد وانه قدر يثبت لها انه فعلا شاريها ولسه بيحبها لكن للأسف حياة بتتعصب عليه أكتر وبتقوله انها ما بقتش عايتها خلاص وده بيحسس مراض بشعور سخيف وبيخليه فتكر انها خدعيته قبل كده فبيستسلم وبيقول لها انه هيعمل اللي هي عايزة وانه هيجيب لها ورقة الطلاق لحد عندها وطبعا هي اول ما بتسمع الجملة دي بتتصدم وبتظهر حياتها فورا وده لانها لسه بتحب وما كانتش متخيلة ان يستغنى عنها مهما حصل وفي نفس الوقت هو كمان بيكون متأثر بالوضع ومش مصدق ان القصة وصلت لحد هنا ولما بيخرج من البيت وبيمشي بتروح حياة وراه ما بتكونش مستعدة تتقبل النهاية دي لكنه للأسف بيكون ماشي خلاص وده بيحسسها اكتر انه مستغني عنها فبتتعب حياة وبتحس بشعور غريب جواها لحد ما بتفقد توازنها وبتقع على الارض ولما بيعد الوقت وبتتحسن حالتها من تاني بيكون مراض عرف اللي حصل وعلى طول بينسى كل المشاكل اللي بينهم هو بيروح علشان يعتذل لها فبنشوفه هو جايب لها هداية كتير وبيتكلم معها من برا البيت هو بيطلب منها تسامحه المراضي وهيصلح الوضع بينهم من تاني لكن هي بتكونز علينا منه ومش بتديه الفرصة دي وعلى شان كده بتطيبه واقف لوحده ومش بتطلع تتكلم معي وتاني يوم بتبدأ تستعد علشان تروح للشغل واول ما بتخرج بتتفاجئ انه لسه واقف مستنيها فبيطلب منها تسمعه وتديه فرصة يبرر بس لكن هي بترفض تماما وبتروح تركب تاكسي يوصلها فبيروح مراض وراها وبيركبه هما الاثنين مع بعض وساعتها بيستغل الفرصة ويمثل عليها انه تعبان فبتقلق حياة عليه طبعا وبتظهر مشاعرها الحقيقية وعشان كده بتخليس ندرسه على كتفه وما بتكونش عارفة انه بيمثل لحد ما بيستغل مراض الفرصة اكتر وبيفضل يقرب منها علشان يصالحها وبيفضل يحكي لها قد ايه وبيحبها ومستحيل يستغنع عنها وعلى الرغم من انها لسه بتتظهر ان الوضع مش تمام بالنسبة لها لكنها طبعا بتكون سعيدة ولسه بتحبه من قلبها ومن اول هنا بيفضل هما الاثنين يلفوا في دايرة ما بتخلصش فبنشوفهم هما متطلحين شوية والامور بينهم في غاية الرومانسية واوقات تانية بيتخنقوا كالعيدة وكل واحد فيهم بيفتكر المواقف السيئة اللي عملها التاني فبيفضل الحال مشي بالشكل ده كتير لكنهم طبعا في النهاية بيحبوا بعض ودي حقيقة ما فيهاش اي شك وفي مرة بيكون الوضع بينهم كويس وبنشوف حياة وهي رايحت قابله في الشركة علشان تتكلم معاه شوية فبتعرفوا انها قررت متشتغلش على المشروع اللي هي كانت جزء منه وده لان عمار مشارك فيه وهي عايزة تفضل بعيدة عنه فبيستغرب مراد لانها غيرت رأيها فجأة وبيسألها اذا كان حصل حاجة ما بينهم هي اللي خلتها تغير رأيها بالشكل ده بس هي بترد عليه وبتعرفوا ان ما فيش اي شيء حصلت وانها عملت كده بس علشان تبعد عن المشاكل وكمان بتعرفوا انها محضرات له مفاجأة النهاردة لما يرجع مع الشغل وعشان كده بيفضل مراد متحمس طول اليوم وكمان بيجيب لها ورد مخصوص علشان يقدمه لها هدية لكنه قبل ما يمشي من الشركة بتيجي المساعدة بتاعته وبتديله جواب بتقوله ان فيه حد سابهوله من شوية ولما بيفتحوا مراد بتصدم ان الجواب فيه صور الحياة وهي واقفة مع عمار برا الشركة وبتكلمه مع بعض فبيتضيق جدا طبعا وبيبدأ يشك فيها لانها كده ضحكت عليه وما جابتش يصير عن انه متقابله خالص فبيرجع للبيت بعدها وبيكون معاه الورد والجواب وما بيكونش عارف يتصرف ازاي ولا حتى يعمل ايه وبيفضل محتر يتكلم معاها بخصوص الصور دي ولا يسق فيها ويستمتع معاها بوقتهم ويتجاهل اللي بيحصل ولانه فعلا بيحبها وعارف انها مستحيل تكونه فبيسيطر الحب عليه وبيقرر يتجاهل موضوع الصور تماما وفي مرة بيكونوا هما الاثنين قاعدين سوا في البيت والوضع بينهم رطيف جدا فبتتكلم حياة معاها وبتقوله انها بتفكر تشتغل في شركة تانية علشان ده هيقدم لها فرصة احسن وكمان هتاخد خبرة زيادة فبيستغرى مراده وبيسألها هيحاب تشتغل في شركة مين والمفاجأة انها بترد عليه وبتقوله شركة عمار فبيفضل مراد يتحك وبيفتكر انها بتهزر معاها وللأسف بينامه هو فاكر ان الموضوع عبارة عن هزره بس وما يعرفش انها حقيقة وعلشان كده ما بيجبش سيرة الموضوع خالص تاني يوم وكمان بيقرر ياخده علشان يقضوا مع بعض يوم مميز فبيوصلوا الكوخ جميل بحيث يقضوا هناك اليوم لوحدهم وطبعا هما الاثنين بيبقوا مبسوطين وصعدة ان حياتهم بدأت ترجع لطبعتها من تاني وفي نهاية اليوم بيستعدوا علشان يكلوا مع بعض على ضوء الشمعة وبيكون الوضع رومانسي لأبعد الحدود لحد ما فجأة بتيجي مكالمة الحياة والغريب انها بترفض ترد وبتتوتر ساعتها فبيسألها مراد مين اللي بيتصل بيها وبيتصدم لما بيعرف انه عمار فبيفتكر كلامها مبارح وانها قالت له عايزة تروح تشتغل معاه في الشركة وهنا بيفهم انها ما كانتش بتهزر ولا حاجة فبيبدأ يتعصب وبيسألها هو ايه اللي بينهم بالضبط لكنها بتنكر كلامه وبتقوله انه واخد عنهم فكرة غلط وفي اللحظة دي بتيجي رسالة منه على تليفونها وعلى طول بيفتحها مراد علشان يعرف ايه محتويها والمفاجأة ان عمار بيكون معتار فيها بحبه ومشاعره ناحيتها وطبعا دي بتكون اكبر صادمة بالنسبة لهم فبيتعصب مراد جدا وبيرمي كل حاجة قدامه ويقرر انه لازم يحط حد الكل اللي بيحصل فبيخرج بعدها علشان يوصل لعمار وينهي الموضوع معاه ولما بتوقف حياة اصاده بتحاول تمنعه بيزقها وبيوقعها على الارض واول ما بيتحرك بعربيته للأسف ما بيكونش عارف ان الحياة حالية نتصابت وحالتها خطيرة جدا وده لان الشمعة كمان بتكون وقعت على الارض وبدأت تحرق المكان وهي ما بتكونش قادرة تتحرك ولا تساعد نفسها وعالجانب التاني فمراد بيكون سايق عربيته باقصى سرعة وعايز يوصل لعمار بأي طريقة لكنه فجأة بيحس مشعور غريب جواه وبيبدأ يقلق على حياة بشكل مش مفهوم وعلشان كده بيغير اتجاهه فورا وبيرجع تاني علشان يتطمن عليها والحصن الحظ انه بيوصل لها قبل فوات القوان فبينقذها وبيخرجها من الكوخ بسرعة وبيبقى في غاية السعيدة لما بيتطمن انها لسه على قيد الحياة فبينقلها للمستشفى بسرعة وطبعا بيكون مرعوب طول الوقت وبيصمم انه يفضل قاعد مع الدكاترة لحد محلتها تتحسن لكن طبعا الدكتور بيتكلم معايا وبيطلب منه يخرج من هنا وهم هيتطمنون في الوقت المناسب وبالفعل مرد يقتنع بكلامهم وبيسيبت بكاترة تشوف شغلهم لحد محلتها بتستقر شوية وساعتها هو بيدخل علشان يتطمن عليها فبيفضل قاعد جنبها طول الوقت وبيبقى مستنيها تفوق علشان يعتذل لها النسبها وتعامل معايا باسوى اليوم ده ولما بتصحى حياة بعد كده بتتفاجئ انه نايم جنبها وهو حضنها وبتتأكد ساعتها ان هو لسه بيحبها واكتر من الاول كمان فبتتكلم معاه وبتقبل اعتذره فورا وبتبقى عارفة انه مستحيل يقصد يأذيها فبيعادي الوقت والحسن الحظ ان حالتها بتتحسن بسرعة وعلشان بتخرج من المستشفى وبيرجع هم الاثنين للبيت ولما بيتكلموا بعدها بيعرفها مراد انه واثق فيها بالكامل لكنه بيحس ان هي ساعات بتخبي عنه حاجات كتير وعشان كده بيتفق معاها انهم يكونوا واضحين دايما لان كده كده مستحيل يخسروا بعض مهما حصل فبتوافق حياة طبعا وبتقوله انها مستحيل تجذب عليه ومع مرور الايام للأسف بتظهر مشكلة جديدة مكانوش متوقعينها ابدا وده لان مراد بيروح للشركة فمرة ويتفاجئ ان عمار موجود هناك ومحضر له مفاجأة غريبة قوي فبيعرف منه انه اشتري اسهم كتير في الشركة وبالتالي هو يعتبر شريكه ومالوش حق ياخد اي قرار بدون ما يرجع له فبيتعصب مراد عليه وبيكون على وشك انه يضربه وساعتها بيثم ان عمار بيلعب لعب عليه وعايز يوصل لحاجة والغريب اكتر انه لما بتروح حياة بعدها تركب الأسانسير بتتفاجئ ان عمار رايح وراها وعايزها في موضوع مهم فبيتكلم معيها وبيقول لها انه حاليا عنده نصيب كبير من قسم الشركة وممكن يدمر مراده وشركته في اي وقت فبيعرفها انها لو عايز تصلح الوضع ده فقدامها حل واحد بس وهي انها ستشتغل معي وطبعا بيكون عمل كده علشان يضغط عليها وبالتالي يقدر يوصلها ويوقعها في حب وطبعا تاعتها بتقرر حياة انها ما تحكيش لمراد اللي حصل وبتبقى محتارة تتصرف ازاي فبتفضل تفكر هل تحكيلي وتعرض الشركة للخطر ولا تخبي الموضوع عنه لحد ما تقدر تتصرف بطرقتها وطبعا في جميع الاحوال بتكون رفضة تماما انها تشتغل معي في الشرك لانه دي حاجة هتأذي مراد بشكل كبير وبعد المشاكل دي كلها بيقرروا هم الاتنين يفصلوا شوية عن حياتهم ويقضوا ايام سعيدة مع بعض علشان يقدروا يستجمعوا طاقتهم من داني فبنشوفهم وهم قاعدين في بيت لطيف وبيقرروا انهم ينسوا كل حاجة وحتى مش بيجيبوا معهم التليفونات فبيعد الوقت في شكل لطيف جدا والامور بتكون ماشية بقالطة في شكل ممكن لحد ما في مرة بيخرج مراد وبيسيبها قاعدة في البيت لوحدها وبيبقى عايز يشتير شوية حاجات وهنا بنتفاجئ ان عمار واقف من بعيد ومرائب كل اللي بيعملوه وبيبقى واضح انه بيخطط لحاجة فبيستدل الوقت اللي مراد فيه ما بيكونش في البيت وبيروح يخبط على حياته علشان يتكلم معاها وهي اول ما بتفتح الباب بتتصدم وبتسأله هو عايز ايه فبيرد عليها وبيقولها انه جاي هنا لمصلحتها فبيديها ظرف فيه معلومات خطيرة جدا وبيقولها انه قادر يدمر حياة مراد بالمعلومات دي وزاعيتها بتتصدم انه مراد مش وحد من العيلة اللي هو فيها حاليا وده لان تحليل الجينات بتاعته هو واخوه اتضح منها انهم مش من نفس الاب وبالتالي الموضوع ده لو تعرف المراد هيخسر كل حاجة وعشان كده بيكمل عمار كلامه وبيقولها انه لسه قدامها فرصة تنقذ الموقف وبيعرفها انه كل اللي مطلوب منها تسيب شركتها وتيجي تشتغل معي وفي النهاية بيديها تليفون وبيعرفها انه رقمه متسجل عليه وانه هيتواصل معاها من خلاله في حالة انها غيرت رأيها ولما بيمشي وبيعادي الوقت بيرجع مرض للبيت وما بيكونش عارف اي حاجة عن اللي بيحصل وطبعا حياة ما بتقدرش تتكلم معي بخصوص حاجة زي دي لانها تكون صدمة بالنسبة له ممكن تدمره فعلا وعشان كده بتقرر انها تفضل مخبية الموضوع عنه لحد ما تلاقي حل مناسب وطبعا ده بيخلي قصوبها متغير معا شوية لدرجة انه بيبدأ ياخد باله وبيعرف انها مخبية حاجة عنه وكل ما بيسألها او بيطلب منها تحكي في ايه بتغير حياة الموضوع فورا وبتقوله ان ما فيش حاجة تتحكي وفي مرة بيكونوا هما الاثنين قاعدين سوا والوضع بينهم ماشي بشكل كويس كدا وفجأة بتيجي رسالة على التليفون اللي عمرت دهولها وهنا بيسمعوا مراده وبيستغرب من اللي بيحصل وده لانهم المفروض مش جايبين معاهم اي تليفونات وبالتالي الموضوع بيكون غريب بالنسباله لكن حياة بتقدر تنقذ الموقف وبتقوله ان ما فيش صوت ولا حاجة وانه كان بيتهيق له بس وداني يوم بتخرج حياة بدون ما مراد ياخد باله وبتصل بعماره علشان تسأله وعايز ايه فبيرد عليها وكان عادة بيهددها انها لو ما وفقتش على عرضه خلال ايام فيضطر يدمر حياة مراد بالكامل وفي اللحظة دي بيخرج هو وبيشوفها وقفة لوحدها وبيستغرب ايه اللي بيحصل لكن هي بتقدر تغير الموضوع وبتطلب منه ويرجعه تاني للبيت لان الوضع هنا ما بقاش لطيف بالنسبالها وطبعا بتكون عايزة ترجع لحياتها الطبيعية علشان تقدر تفكر وتعرف ازاي ممكن تحل المشكلة دي وبالفعل بيرجعه هما الكمين بعدها لكن للاسف بتكون فيه مفاجأة مستنياهم وده لان مراد لما بيضخوا الغرفته بيتفاجئ ان فيه هدية موجودة فيها وبتكون جاية من عمار وطبعا ساعتها بيتجنن وما بيبقاش عارف ازاي الهدية دي وصلت هنا وبالتالي بيبدأ يشك في حياتي ولما بيتكلم معيها بخصوص الموضوع وبيبتدي يتعصب عليها بتتضيق حياة جدا طبعا لانه فقط ثقة فيها نهائي فبتقوله انها مظلومة وان هي اكيد مش هتاخد منه هدية وانها زي بالظفت ومتعرفش الهدية دي وصلت هنا ازاي لكن للاسف مراد مش بيصدقها وبتحصل مشكلة كبيرة ما بينهم وفي اللحظة دي بيكتشف ان زوجة والده هي اللي ورا كل المشاكل اللي بتحصل دي وانها متشاركة مع عمار في كل حاجة وهي اللي حطت الهدية دي في غرفتهم علشان تخليهم يتخرقوا مع بعض ولان كده الموضوع زاد عن حده فبتروح حياة تاني يوم للشركة وبتكون عايزة تقبل عمار فبتدخل لمكتبه وبتبدأ تتكلم معي وبتقوله انه لو ما نهيش اللي بيحصل ده فورا فهي هتعمل كرثة وفي اللحظة دي بتكتشف ان عمار معي مسدس في شنطته فبتاخده منه بتبدأ تهديده دي وبتقوله انه لازم ينهي الموضوع لحد هنا وإلا هتخلص عليه لكنه طبعا بيعرف انها بتقول كلامه خلص ومستحيل تاخد خطوة زي دي وعشان كده بتفاجأ حياة وبتبدأ توجه المسدس ناحيتها هي وبتقوله انها فعلا مش هتقدر تقتله لكنها ممكن تاني حياتها وبتعرفه ان ده ممكن يكون الحالة الصح لانه بالتالي هيبطل يطريدها ويمكن يحس بالزنب ويسيب مرض في حاله والصدمة انها فعلا بتاخد الخطوة دي وبتدوس حياة على الزناد لكن لحظن الحظ ان ما بيكونش فيه رصاص خالص وده بيخليها تدخل في صدمة وما بتكونش مصدقة انها فعلا حاولت تاني حياتها ولما بتخرج بعدها من المكتب بتتفاجئ ان مرض واقف قصدها وما بتبقاش عارفة تتكلم حتى فبتبدأ تتعب وللأسف بتفقد وعيها وطبعا هو بيقلق عليها جدا وبياخدها لمكتبه علشان يساعدها تفوق ولما بيعاد الوقت وبتستعيد حياة وعيها من تاني بتتكلم معاه وتقوله انها قرارت تحكيله على كل حاجة فبيقطعها مرض وبيعرفها ان الحابب يسمعها لكنهم لازم يروحوا الاول للمستشفى علشان يتطمن عليها وبالفعل حالتها بتتحسن مع الوقت وبيرجعوا بعدها للبيت وهناك بيقعدوا مع بعض علشان اخيرا حياة صرحوا بالموضوع من البداية لكنها اول ما بتبدأ تتكلم للأسف بيستقبل مراد مكلمة مهمة جدا وبيبقى لازم يمشي حالا فبيتفق معاها انه هيروح مشوار ضروري ويبقوا يتكلمه لما يرجع واول ما بيمشي مراد من هنا بتتفاجئ حياة ان عمار بيتصل بيها وبيكون عايزها في موضوع مهم جدا ولما بتسأله عنه بيطلب منها تقابله عشر دقايق بس وبيوعدها ان كل حاجة تنتهي بعدها فبيتوفق حياة طبعا وبالفعل بتنزل علشان تقابله وللاسف ما بتكونش عارفة انه مراد واقف بعربيته من بعيد وشايف كل اللي بيحصل فبيتصدم اول ما بيلاقيها بتركب معا العربية وعلى طول بيلحقهم علشان يفهم ايه قصة بالظهر ولما بنروح لهم هما الاتنين بنتفاجئ ان عمار اخيرا حسب الزنبع اللي بيعمله خصوصا لما شاف حياة هي مستعدة تنهي حياتها بحيث تنقذ مراد فبيديها شوية عقود وبيعرفها انه كتب كل الاسهم بتاعته في الشركة باسماها هي وكمان بيقول لها انه مش هيحاول ازيها تانية او مراد وان الموضوع انتهى بالنسباله لحد هنا وفي اللحظة دي بيتنزل مراد عليها وبيعرفها انه ماشي وراهم بالعربية فبيطلب منها تنزل حالا وتقف تتكلم معي علشان تشرح له ايه اللي بيحصل لكن هنا بتكون المفاجأة وده لان عمار لما بيحاول يقف بالعربية بيتصدم ان الفرامل فيها عطله ومش بتستجيب نهائي فبتتكلم حياة مع مراد وبتحكيله الوضع وطبعا دي بتكون صدمة بالنسبالهم كلهم وفي اللحظة دي بيقرر مراد انه يضحي في حياته علشان ينقذها وبيروح يقف بعربية وقصدهم هما الاتنين وبيكون قصد يعمل كده علشان يخبطوه بالتالي سرعتهم تقل ويقدروا ينزلوا من العربية وللأسف الموضوع بيتم فعلا وبتحصل حدثة خطيرة شوية وبيتصابوا فيها كلهم ولما بتستعيد حياة وعيها وحلتها بتكون احسن شوية بتلاقي الزابط جاي حقق معيها علشان يعرف منها اللي حصل لكنها ما بتردش عليه وبتبدأ تتأله عن مراد وبتبقى قلقانة جدا ان يكون حصل له حاجة بس المفاجأة ان الزابط بيرد عليها وبيعرفها انه كويس وانه خرج من شوية كمان ومشي من المستشفى وهنا بنرجع بالزمن وبنشوف انه مراد حالته ما كانتش خطيرة فعلا فبيفضل قاعد مستاني حياة علشان يتطمن عليها من الدكتور وفجأة بيجي الزابط وبيديروا الحاجة اللي كانت معيها وقت الحدثة وساعتها بيفتح مراد الملف اللي خدته من عمار وبيكون عايز يعرف ايه محتوى وطبعا لما بيلاقي انه تنازل عن كل الاسهم بتاعته وكتبهم باسناه هي بيشك فيها اكتر وبيسأل نفسه هي عملت له ايه علشان يقدم لها حاجة زي دي وساعتها بيفضل مراد موجود في المستشفى لحد ما بيتطمن من الدكتور ان حالتها بقت مستقرة خلاص وبيمشي مراد بعدها وبيفضل في حرب كبيرة مع افكاره وبيكونش عارف ايه الصحة وايه الغلط وهي في الوقت ده بتكون مصدومة من انه مش موجود حواليها طبعا وبتفضل تدور عليه في كل مكان لحد ما بيظهر تاني يوم وبيجي اخدها من المستشفى مخصوص وبيرجعه بعدها للبيت ولما بيعدي الوقت بتقرر حياة انها تشرح له كل حاجة علشان يعرف الصورة كاملة وباله ارتاح فبتديره التقرير اللي اخدته من عمار واللي بيثبت ان هو مش واحد من العينة دي وساعتها بتعرفه ان هو ده السر اللي كانت مخبية عنه وان عمار كان بيضغط عليها طول الفترة دي علشان تشتغل معاه وهنا بيتصد المراض طبعا وبيبدأ يحس انه في كبوس وما بيقدرش يصدق ان حياته كلها عبارة عن وهم لكنه في نفس الوقت بيستعيد ثقته في حياة من تاني وبيعرف ان هي الوحيدة اللي واقفة في صفه مهما حصل فبيفضل الوقت يعدي وطبعا الصدمة بتكون صعبة جدا عليه لكن لحسن الحظ ان حياة دايما بتكون معاه وعمرها ما بتتخلى عنه وبتقدر في وقت قصير جدا تحل كل المشاكل اللي بيمر بيها وبتعرفوا انه واحد من العيلة لانه هم دول الناس اللي صارع معاهم ذكرياته من سنين كتير فاتت ومع مرور الايام بيكون شيء واضح خلاص ان زوجة والده هي اللي ورا كل اللي بيحصل ده وكمان بيتضح ان هي اللي السبب في عطل الفرامل في عربية عمار لانه قدر بيها وقرر يقف في صفهم هما في النهاية اما بالنسبة الحياة فبتقدر تظهر حبها بالكامل لمرضه وبتخرجه من دوامة الحزن اللي هو كان بيمر بيها وطبعا ساعتها بيكون مبسوط ومرتاح جدا في حياته وبيتأكد انها مستحيل تكسر ثقة فيها ابدا لانه هي بتحبه من كل قلبها وبعد فترة بنشوف مرضه وهو عامل اجتماع في الشركة وبيبقى ناوي ياخد قرار جريء شوية وده لانه بيقدم عقدة نازل لاخوه انور وبيقوله ان الشركة تبقى بتاعته هو من اول اللحظة دي وطبعا بيكون عامل كده لانه مش فرض حقيقي ان العيلة وبالتالي هو احق منه في كل الاملك وهنا مش محتاجين نقول ان زوجة والده بتكون في غاية السعادة لان ده اساسا اللي هي بتحاول تعمله من سنين فبيبدي انور يوقع على العقد وما بيكونوش عارفين ان في مفاجأة هتظهر لهم دلوقتي وده لان حياة بتيجي وبيكون معاها تقرير مهم جدا وعلى طول بتدين مرادة علشان يقراء وساعتها بنكتشف ان تحليل الجينات الاوليني فعلا كان حقيقي وان مراد وانور مطلعوش اخوات ولا حاجة بس المفاجأة ان انور هو اللي ما بيكونش واحد من العيلة وبالتالي فالشركة وكل الاملك المفروض تروح لمراد وتتكذب اسمه لوحده لكن الغريب ان مراد بيقرر يخلي الموضوع ده سر ما بينه هو وحياة وبيقولها ان مفيش داعي يعرفه حال وساعتها بتظهر طيبة مراد وبيبين انه شخص طيب فعلا وده لانه بيقول انه مش حابب انور يعيش اللي هو عاشه وبيتكلم مع حياة وبيقول لها انه قرر يبدأ من البداية معيها ويأسسوا شركتهم سواء علشان يمشوا الطريق من اوله مع بعض ومع مرور الايام بيكون الحالي تحسن بشكل كبير جدا واخيرا اتخلصوا من كل المشاكل اللي بتواجههم وده لانه عمار خلاص ما بقاش بيفكر في حياة ولا بيحاول يطاردها هي امراد وفي نفس الوقت زوجة والده خلاص خدت اللي هي عايزة وحاليا الشركة بقت باسم ابنها وبالتالي مش هتحاول تيزيهم تاني فبيبقى امراد يعيش اجمل ايام ومع حياة واخيرا بيتعاملوا مع بعض على انهم اتنين مجاوزين بحق وحقيقي وبعد مرور خمس سنين بنروح لقسرتهم الجميلة وبنشوف ان حاليا بقى عندهم طفلين اجمل من بعض وكمان حياة بتكون حامل لسه في طفل جديد وبيبقى واضح عليهم ان حياتهم مستقرة وعايشين في منتهى السعادة فبينتهي المسلسل بشكل جميل جدا وبتبقى النهاية سعيدة ومرضية لكل الاطراف